اشتركوا في القناة هذه الاستضافة لتسليط الضوء على مبادرة مسرع الانتقال الصناعي انضمام مملكة البحرين مع الاخوة في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة تم بموجب مذكرة التفاهم والتوقيع عليها الاسبوع الماضي في بوظبي المبادرة هي مبادرة متعددة الاطراف تجمع بين الشركات والجهات المالية والحكومات وتم اطلاقها في مؤتمر الاطراف الثامن والعشرين في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 في بوظبي كمبادرة لازالة الكربون وتهدف الى تسريع ازالة الكربون من الصناعات الثقيلة والانبعاثات وبالتالي تسريع التصنيع الاخضر في الاسواق المحلية والدولية نعم سعادة الوزير يعني انضمام مملكة البحرين يأتي متوائما مع ركائز استراتيجية قطاع الصناعة في المملكة بالذات في ما يتعلق بتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكم البيئية والاجتماعية أيضا ما هو العائد المرجو من ذلك سعادة الوزير طبعا يهدف انضمام مملكة البحرين الى مسرع الانتقال الصناعي الى تغلب على العوائق الاستثمارية التي تواجه المشاريع الصناعية الخضراء ومعالجة الفجوات التنظيمية وتعزيز الطلب على المنتجات من خفضة الكربون خاصة في ظل وجود قاعدة صناعية قوية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتعتبر هذه الشراكة خطوة ضرورية نحو تحقيق اهداف ازالة الكربون على المستوى الاقليمي والعالمي وهذا الشيء بيدفع الى تعزيز التصنيع المستدام وتشجيع الانتاج الاخضر والمساهمة في التزام مملكة البحرين لتحقيق الحياة الكربوني الصفري بحلول العام 2060 بالاضافة الى فتح باب الاستثمار في مشاريع ازالة الكربون العميقة خاصة في صناعات الالمنيوم والصلب والاسمنت والبتروكيمويات بالاضافة الى تكامل المبادرة مع الممكنات الاخرى التي تم اطلاقها ضمن جهود البحرين في دعم الاستدامة نعم سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة كل شكر لك على هذه المداخلة